ازايك يا شباب زي ما قلتلكو هعمل لكو كي عشان تعرفوا تحلوا بي من اول مندلز فرست لو ساكند لو ليتل جينز والكمبلمنتري جينز والسيكس ليمتد وسيكس لينكد وسيكس انسلوينسي تريتز ان شاء الله في دقيقتين كده نعرف نحل كل حاجة حتى لو متل اخباطين حتى لو انت مثلا فاهم الدرس كويس ولقيت نفسك مش بتعرف تحل يبقى انت في كم كده مش بتمشي عليهم لو انت بتتأخر في الحل يبقى انت بتعرف بتوصل للاجابة ماشي بس بتتعطل في كزا حاجة ممكن لو عملتها في الاول توصل للحل بسرعة طيب اول حاجة لازم اول ما تشوف السؤال تعرف السؤال ده من دليان تريت ولا نون من دليان تريت يعني ايه من دليان تريت يعني ماشي انا اولا عرفها ازاي تاني حاجة ولو عرفتها استفيد ايه لو قال ودي حاجة صعبة جدا ان هو يجيبها في اللمتحان يعني حاجة من اللي خدناها تبقى من دليان تريت من دليان تريت طيب لو جاب لك سؤال تاني مفوش بي بلانت وقال لك انه فيه ولقيت واحدة منهم في الفرست جنريشن يعني بيقول لك مسلا انه في بلاك آآ انايمالز ووايت انايمالز والفرست جنريشن طلعوا بلاك يبقى كده الوايت ديسابير من الفرست جنريشن يبقى احنا كده مندل زي ايه الكلام ده زي هنا لما كانت بيور والوايت فلاور بيور الفرست جنريشن طلع كله بربل فلاور هندرد برسنت طب هو ممكن ما يجيبهاش كده يجيبها ارقام يعني يقول لك كان فيه آآ خمسة بلاك وخمسة وايت والجينريشن طلع مسلا كله آآ يبقى انت طلع ففتي مسلا بلاك يبقى ده كله تمام نقول لو اكتشفنا ان هي من ديليان خلاص خلاص احنا كده عرفنا انها من ديليان وعرفنا بنعرفها ازاي لو عرفنا انها من ديليان نعمل ايه طيب هنعمل ايه لو عرفنا هنختار نفس الليتر كابيتل وسمول يعني نشوف اللي هو بيقولها مسلا احنا دلوقتي اصلا هنحل مع بعض السؤال ده هنحل مع بعض السؤال ده اللي كان في تست يورسل اه اه اين كراسنج ابل اك كالرد ميل انيمال وذ وايت كالرد في ميل انيمال تولف بلاك كالرد انديبيدولز وير برو ديوست ده اول حاجة هنسأل نفسنا من دليان ولا نان من دليان هعرفو ازاي بلاك وايت الجينريشن طلعوا تولف بلاك وبقى معنى كده ان الوايت دي سبير يبقى ده من دل اختار ليتر بقى مسلا اخترنا بيه هنختار الليتر كابيتل وسمول ومش هنحطوهم جنب بعض طبعا نرجع اللي ستبس بتاعتنا تاني خلاص يا ميس اديني اختارت الليتر هو كابيتل وسمول number three you have to determine which one dominant which one recessive طب انا احعرفها ازاي ال dominant rate هي اللي appears in the first generation hundred percent يعني هو لما قال انه هم بلاك كالرد ميل انيمال ووايت كالرد في ميل زهروا يبقى البلاك دي هي ال dominant والوايت هي ال recessive خلاص طيب ماشي عرفت العرفت ال step three دي مين ال dominant ومين ال recessive اعمل ايه هتروح رايح عند recessive trait اللي هي ال white وانت مغمد تقمي ديها ال small letters ال two small letters in a pure form ماشي هو too small يعني pure بس انا ايه باكد عليك نروح ايلي ان ال white be small be small تمام طيب لازم تعرف number five you have to know if the dominant trait is hybrid or pure لازم طب انا هعرف ازاي لأ دي حاجات بقى يعني ايه تيجي من المذاكرة يعني مسلا احنا عارفين انه لما too pure اه الفرست جينيريشن اه بيطلع hybrid زي ال dominant او ال recessive trait disappears من الفرست جينيريشن زي هنا في ال purple وال white يبقى اكيد ان ال parent دي كانت pure تمام دي حاجة بنعرف منه او مسلا بنعرف منين كمان اه احيانا هو بيقول بيقول ان المسلا جين اي which is responsible for the black color اه دومينيتس اوفر جين بي خلاص عرفنا دلوقتي مين ال dominant the pure or hybrid احنا عرفنا انها pure hybrid بقى نعرفها ازاي نعرفها لو هي ال generation طلع three to one خلاص لو ال generation طلع three to one يبقى دي كده او لو ال generation طلع fifty 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 معنى كده انه dominant اه هايبريد مع recessive يعني الكي ده اللي انت شايفه ده ده اصلا مفروض بعد ما ايه خلاص فهمت الدرس تبص عليه شايف اخر two اه اخر اتنين dominant hybrid مع recessive بيطلع fifty fifty او hybrid مع hybrid هيطلع three to one three dominant one recessive يبقى كده كان ال dominant hybrid غير كده ال dominant pure ماشي طيب اه ام بعد ما عرفنا ال dominant ده اه pure او hybrid لو pure هتروح متديلو الاتنين capital liter او capital liter in a pure form زي ما انا كتبه هنا لو hybrid هتديلو capital و small فاحنا هنا عرفنا انه ال dominant ده كان pure فهنقوم عاملين كده والحركة دي خلاص وصلتني لحل المسألة اه احنا وصلنا لغاية when crossing white colored male with one of the resulted females طيب هما اه resulted females هنا هيطلع اه جميط بي كابيتل وهنا جميط بي small والresulted female ال generation كلهما يطلعوا بي كابيتل بي small يعني hybrid black crossing between d والبي كابيتل بي small مع واحدة اه white white colored male خلاص بقى انت عارف ان ال white b small b small وتبدأ تطلع ال generation هنا اهو آآ recessive وال dominant hybrid كده هيطلع 50 50 50 dominant و 50 recessive 50 dominant hybrid و 50 recessive انت عارفها بس برضو جربها في الامتحان كمل ال problem كمل المسألة بطريقة جميط و first generation وكذا تمام انا مش حابة تاول في الفيديو لان انا شرحت اصلا كتير قوي وانا عارف ان انا بعيد الكلام كزا مرة فانا كتير قوي صراح في فيديو الشر هنا مثلا choose the correct answer when crossing 2p plant one of them is hybrid purple flower and long stem and the other white flower short stem اول حاجة قولنا لازم نعرف ده مندل ولا مش مندل اعرف مندل اعرف ان هو مندل ازاي من هنا طب ما هو ماليش first generation anyways so the percentage of purple flower plant that are resulted from this crossing is. هو ما قاليش ان هو مندل. ما قاليش ان الجنريشن الفرست جنريشن كله ظهر بيربل. طيب مادام قال كلمة hybrid يبقى ده برضو مندل. ماشي? لان النون مندلين character مفهاش هايبرد. يبقى مادام جابت كلمة hybrid يبقى ده مندلين. خلاص كانت الستيب التانية ان احنا اه لو دي مندلين نختار letter capital و small. طيب تعال هنا نختار letter capital و small. هو ايه التريت اصلا? purple flower long stem. ثانية بقى كده كده هتختار two letters. ليه? التريت الواحدة ليها letter. فال purple flower مثلا نختار لها b. long stem نختار لها l. تمام? with white flower short stem. الوايت flower نختار لها احنا قلنا نختار letter capital و small. فاحنا قلنا هنختار كده. capital small. طيب. نبدأ بقى نيجي عند الاااااا احنا عرفنا ان هي الوايت. نحط لها two letters in a pure form. يبقى ما تقوليش هحط لها b. l. ما ينفعش. دي. each trait is controlled by pair of gene. خلاص يبقى b. small b. small l. small l. small. هنا بقى اكملها ازاي دي هتبقى b. capital b. capital لا. ده هو اي الاصلا من الاول انها hybrid. فيبقى b. small l. small. تمام? ونعمل crossing. لازم تكون عارف طريقة الجميز. ودي خلاص انا شرحتها في الفيديو. يعني ممكن نقولها سريعا هنا هيبقى b. capital مع l. capital. b. capital مع l. small. b. small مع l. small. في circles. يعني كده. تمام? ونكمل كله وننطلع ال generation. ونشو بقى ال purple flower في ال generation كام? وهو هنا يركز في السؤال. بيسأل على ال purple flower مش بيسأل على ال two traits purple long stem. بيسأل على ال purple flower بس. طيب. تاني حاجة هتساعدنا في حل ال problem. ان احنا نفكر من ال generation. ما نفكرش من ال parents. التفكير من ال parents. بيعطل وقت كتير جدا. لازم تبدأ تفكر من ال generation. كيف؟ السؤال بيقول. اوامن سوفر من upper eyelid relaxant. where this trait depends on the presence of dominant gene E. capital. the woman's father had this trait but her mother was normal. in the light of this answer. ماشي. بالراحة كده بقى ونمشي على اللي احنا اعيل لنا. هي دي من دالين ولا نان من دالين طبعا. وما اثر علينا كمان الخطوة اللي بعدها وقال لنا ان هي في خلاص كده احنا عرفنا انها من دالين فاحنا مش هنحتاج وقت ان نعرف كده. بيقول لك بقى هو كمان اعيل لك ايه? ايه? احنا اول حاجة قلنا هنختار الليتر. هنختار لنا الليتر اللي هو اي. هنيجي عند الومن which suffers from eyelid relaxant. هنديها ايه كابتل لان هو ايه لك ان التريت دي فيها جين ايه كابتل. محدش يجي بقى بزكاء ويحط ايه كابتل ايه سمول. بيش حاجة ما كده. في حاجة بيينت لك ان هي ايه كابتل ايه سمول. مفيش نكمل. where this trait depends on the presence of dominant جين ايه. خلاص احنا استخدمنا الجملة دي. the woman's father had this trait. الفاذر had this trait. يعني الفاذر كان ايه كابتل. تمام? طيب. but her mother was normal. كده خلاص احنا عرفنا الماذر. لان احنا عميين ندور على الريسيسف تريت. هو قال ان ده دومننت جين. يعني الديومننت هو الريسيسف تريت هي النورمل دي. فهنختار لها نفس الليتر بس يكون سمول. وخلاص نحط احنا ايه سمول. يعني ايه بقى يا ميس انت بدأت كلامك ان احنا نفكر من الجنريش. يعني هنيجي عند البنت دي. وهنقول ان هي واخدة ال اي كابتل دي من ابوها. يبقى واخدة ايه من مامتها? ما هي لازم تكون واخدة حاجة من مامتها يعني. بس هنواخدنون لعنيها. هيكون اي سمول. يبقى ال اه الوومن دي اي كابتل اي سمول. يبقى نومبر وان هتكون اي. طيب. احنا خلصنا السؤال ولسه معرفناش الفاذر اي كابتل اي سمول ولا اي سمول ولا اي كابتل اي كابتل. خلصنا السؤال وما فيش حاجة بيني تلاينا كده. يبقى الفاذر يا اما اي كابتل اي اما اي كابتل اي كابتل اللي هي دي. هيكون اي سمول اي سمول. احنا عرفنا خلاص من فوق انه لما يكون هايبرد وريسيسيب بيطلع 50% دومينان 50% اه ريسيسيب. فهيطلع ايه? the percentage of office pranks which had this trait يعني اللي دومينانت منهم هيكونوا 50. حتى لو بيسأل على ريسيسيب اللي هما النورمال هيكونوا برضو 50. طيب. مسلا سؤال زي ده. طيب. هو قال انه اللي اتنين اللي اين اللي اتنين الفش دي blue colored. خلاص? طب ده من دل ولا مش من دل يمي اسمه? ده اول سؤال. ماشي نشوف كده. مش هو بيقول ان الجراف ده represent first generation. الفرست جنريشن طلع منه غرين وليل اللي هو ببرسنت 25. وطلع بلو ببرسنت 50. يعني الجرين طلع ببرسنت 25. وبلو طلع 50. فين بقيت البرسنت? دول كده 75%. فين الباقي? الباقي ده مات لانه هو بيتكلم على فش. فالفش حبة من بيروحوا. يعني بيروحوا بقى مع المية بيموتوا بيروح في احد. فالباقيين ماتوا. فكده في تريت الجرين طلعت ببرسنت 25. يعني معنى كده ان دي اللي هي ثري تو وان. ثري دومينت سفنتي فايف دومينت وmentfi. وهي دي كده عرفنا منها ان هي نتمدة. ثاني حاجة بعد ما بنعرف. بنختار letter capital small. ها ما اختر لنا البي. يبقى احنا نقول بي وبي. طيب. اي 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 ال هايبرد. اتنين هايبرد اتنين ه comun ma هايبر. البلو مع بلو طلعوا جرين. يبقى اكيد البلو ده كان هايبرد. ما ينفعش بقى اه اللي طالع ببرسنته قليلة ده هو اللي نحطه فاحنا هنقول ودي خلاص حاجة انت عرفتها لما لما فكرت في موضوع او سيفنتي فايف تويني فايف. يبقى البلو كالرد دول كانوا بي كابيتل بي سمول مع بي كابيتل بي سمول. طبعا انا عايزة ده. الجرين هو فنديله نديله ليترز بي سمول بي سمول. الجرين هنقول عليه بي سمول بي سمول. اللي كان بيطلع ده كام. احنا بي سمول بي سمول عندنا سي. وعندنا اي. طيب. اه البلو كمان هيكون بي سمول بي سمول? لأ. البلو هيكون بي كابيتل بي سمول. ولو افتكرنا تاني البرسنت اللي هيا ثري تو ون كانت الففتي برسنت هايبرد. الت daw to about T which of the following is not from the ڤة طيب هشو المفروض ان انت هتعمل م من هم Kobe مع Technical و همTyler's Grand وبعدين هتعمل سبير من ده مهم مراミور و سبير من ده مهم خلاص وي احضر لك four probabilities طلع تختار انت منهم الثلاثةish تاني اللي مش موجود خلاص يبقى هو ده. فطبعا ده كده صعب. يعني وهياخد وقت معك في الامتحان. احنا ممكن نعمل حاجة تانية. احنا ممكن نيجي عنده كل آآ كل واحد ونقول. ان ده يعني جاي باي كابيتل من سبيرم واي سمول من سبيرم. ماشي? من اوفا. اي كابيتل من سبيرم واي سمول من اوفا. طيب هنا في اي كابيتل في السبيرم. اه. في اي سمول في الاوفا? اه. طيب. يبقى خلاص ده معنا. مسلا بي. اي كابيتل برضو. في اي كابيتل في السبيرم اه. في اي سمول في الاوفا اه. والكلام ده برضو لو مشيت فيه مع الا بي سمول على فكرة. هتتمشي هتا هتتحلم معيك. آآ سي. اي سمول اي سمول? يعني اي سمول من سبيرم واي سمول من الاوفا. الاوفا فيها اي سمول. يبقى هو ده الوحيد اللي مش هينفع. سي هو الوحيد اللي مش هينفع. خلاص احنا تأكدنا ان هو سي. آآ نرجع للحل بتاعنا. ماشي? نرجع يعني نعمل دي. ونشوف فعلا ماشي موجود ولا موجود. لما لو تبقى وقت. لكن ما فيش وقت فانت دايما تحاول تفكر من اقصر طريق. حاجة كمان بتلخبطنا ان هو احيانا يسأل على جاميتس. واحيانا يسأل على جينريشن. لازم تعرف تفرق يعني ايه جاميتس ويعني ايه جينريشن. انت عندك في البروبلم. كل فيها مش يعني في زي كده. ده ده الجاميت. وده الجنريشن. يبقى ما يسأل على جاميتس يعني هو عايز ده بس. وتعودش تكمل ما اسألها للاخر وتفكر في حتة دي وهو اصلا عايز دي. آآ الكيل اللي جاي ان شاء الله هيكون على والآآ والكيب بتاع ده مهم جدا جدا هيقصر عليك الوقت جامد. فاستنوا بقى ان شاء الله.